بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نتري مع بعض الجزء الثامن من الفصل الأول اللي مقرر النظم بالمعالج أضاقك في الجزء ده جماعة ناخد مثال يعني إيه مايكرو بروسسر بيز دي سيستيمز أو يعني إيه نظام هه مرتبط ومتعلق وظيفته بالمعالج شوف مع بعض بنقول يا جماعة إن أي نظام مبني على المعالج يعني مايكرو بروسسر يونيت بيز دي سيستيمز أنظمة مبنية على مايكرو بروسسر يونيت لوحدة المعالج بتتكون من جزئين أساسيين إيه هم سيستيم هارد وير و سيستيم سوفت وير اتفقنا يبقى إذن نقول مع بعض تاني إن أي نظام مبني وظيفته على معالج لابد أن يتكون من إيه من جزئين هارد وير وإيه وصوفت وير طب الهارد وير زي إيه يا شباب زي الميكرو بروسسر النفسه ده هارد وير الممري والإنبوت أوبوت وكمان كومبوننس بتتصل بالإيه بالبسز والمسارات بحيث إنها إيه يتم التفاعل ما بين هذه الكمبوننس وبين المعالج يبقى نقول مع بعض كومبوننس كونيكتد باي بسز يبقى نقول مع بعض تاني الهارد وير وعبارة عن إيه هم ميكرو بروسسر ممري إنبوت أوبوت وإيه كمان وبعض الكمبوننس الأخرى المرتبطة بإيه هم بالميكرو بروسسر عن طريق مين البسز أو المسارات طيب والسيستيم سوفت وير بقى يا جماعي يبقى إيه يبقى لك هو عبارة عن مجموعة من البرامج اللي بتراكب وتتحكم في إيه في عمل النظام ككل طيب نشوفي المثال مع بعض كده ده مثال يا جماعة ليه ميكرو بروسسر بيتحكم في وقت توقيتات ودرجة حرارة نظام ممكن على سبيل المثال يكون درجة حرارة غرفة بيتحكم فيها وكمان فيه تايمر مؤقت بيحدد التوقيت التحكم توقيت ايه توقيت العمل لكل كمبوننس في النظام معاي جماعة كل دوت نظام بنقعد النظام مبني على الميكرو بروسسر ليه لأن اللي بتفاعل واللي بيدي الأوامر واللي بتفاعل مع مين بتفاعل مع هذا النظام هو الميكرو بروسسر يونت معاي المخ اللي بيفكر طيب إذن الشكل عام يكون عبارة عن ايه جماعة احنا قلنا عبارة عن هاردوير وصوفتوير صح؟ طيب ايه هو الهاردوير؟ احنا اتفقنا الميكرو بروسسر هاردوير عندك ميموري فلاش او ريد رايت وعندك كمان ها انبوت بورتز اه دي الأجزاء هيت ايه واوبوت بورت إذن المكونات المادية زي ما حتى اتفقنا ها ماكرو بروسسر ميموري انبوت اوبوت ديفايسز اللي هي عن طريقها ها بنروح مين ها بنروح عن طريق الانبوت بورت والاوبوت بورت لهذه الايه الانبوت والاوبوت جميل طيب ايه كمان اجهزة بقى ملحقة مش كده يتتصلوا عن طريق ايه ها بالماكرو بروسسر عن طريق مين البصات المسارات زي ايه زي هيتر مسخن في فان مروحة كله دول يتصلوا بنين ها بالماكرو بروسسر عن طريق السيستم بص وايه كمان يا جماعة ما تنساش ان احنا في هذا النظام اللي بتحكم في درجة الحرارة محتاجين تيمبريتشر سنسور مش كده اه جهاز كده هيحس بدرجة الحرارة وينقل ها درجة الحرارة ديت لمين ها برضو للمعالج مش كده وبعض المكونات المادية الايه جوه الجهاز زي الميموري على سبيل المثال وكمان تايمر ناخد منه الداتا هتروح للسيستم بص اللي ممكن تتحرك سواء في الميموري او للمعالج او حتى تخرج على الالي سي دي يبقى ده شكل عام يا جماعة شكل عام لايه ها لايه هاردوير هاردوير لمين دي ماكرو بروسسر بيزدي ايه ها بيزدي سيستم سيستم واحنا خدنا سيستم هو يعني بيتحكم في درجة الحرارة وشوفنا يعني هاردوير وعرفنا يعني ايه جهاز ملحق بالنظام بحيث هيه يكون المخ اللي بيفكره هو مين جامع الميكرو بروسسر طبعا لابد ان يوجد برامج تتحكم في طريقة العمل والفانشن والوظيفة لهذا النظام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته